اشتركوا في القناة داخل الجزائر وخارجها تحيتي لكل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير تعليق حول التحرك نتعل تلميذ في هذا الوقت وكذا عودة راشيد نكاز اللي قلكم في وقت قريب باللي رعب من فوه الفرنسا وكذا هذه الحادثة الاخيرة اللي حتت في تركيا واللي راح ضحيتها سفير روسي نبدأ حول القضية هذه نتاع راشيد نكاز اراكم شفته وتأكدته الان بالعين المجردة من انه كان يكثب عودة رجع في الوقت انه كانت اصابع الاتهام موجهة للقضاء الجزائري حول القضية هذه انت اعتملت عودة رجعه من اجل تبريئة القضاء هذا اللي كان يقولكم كان يلعب في دور انتع المعارض وانه ما كان حتى واحد يقدر له شفته كيفش كان يمثل في السرك في فرنسا وعودة رجع اليوم وشفته كيف استقبل على ليسانه من طرف الشرطة وكيفش راح للمحكمة ويمثل ويلعب في السرك ويستغل في هذا القضية انتع محمد تاملت ونهايتها هو انه القضاء الجزائري رعوا على ليسانه هو يقول باللي المحكمة كانت عادلة وكان واحد من بين الشباب من المناصرين اللي يتحمد كان يقول له باللي حدثنا على المومية كان يقول له هو باللي هذه القضية قضية انتاك انتاك وشفته هذا الشخص اللي يروحه من انه راه ضد النظام هو راه يستعمل في واحد البسيكولوجي من اجل التأثير خاصة للناس هذوك اللي ما عندهمش عقول بكل بساطة مع احترامي للناس مع احترامي للنيات انتاعهم الناس ما عندهمش عقول الناس تؤثر عليهم العاطفة كثيرا كارهين من النظام هذا امر مفروغ منه كارهين من الظلم كارهين من الحقرة هذا امر مفروغ منه ونحن نشاطرهم في هذا الرأي نحن راهنا ضد النظام ونريد تغيير حقيقي هو راه يحوس يوصل للسلطة هذا هو الهم انتاعه ونرى كيف راه يلعب في السرك يدير في السرك من اجل التغطية على النظام ومن اجل منع التغيير الحقيقي هذا هو الشيء اللي راه يقوم به باختصار وغدوة تلقاه في فرنسا نفس الشيء يمثل علش حبس الان على سعداني لو كان جرى وهو فعلا ضد الفساد سعداني ذوك الان ولت له هذي الابارتوم اللي شرعها في طريق ولت حلال علش حبس على سعداني قولولو يتكلم على الاربراب قولولو قولولو يتكلم على الاربراب الناس اللي راه ميسندوا فيه عندهم اهداف وعرفوا باللي الواجهات انتاعهم حروقة حبوهما يستعملوه في الواجهة لكي لا يتكشفوش ولكن عندنا عقول رانا نفكر بها باختصار ذلك القضية هذه انتاع الاظراب هذا او التحرك التلاميذ سمعت واحد المعلق هكذا ما عنده حتى علاقة بالسياسة ودون هو انه نسميه راكم تعرفوه تحدث على الشباب من انهم ابطال ومن انه كده الشباب هادوش حال في عمارهم قانونيا هذا الناس اراهم يعني واحد لما يقوم بحاجة لازم باباه هو اللي يتكلف بالمسؤولية انتاعه لانه ما زال ملحجش سنة 18 سنة خرجوا خرجوا علاش خرجوا في هذا الوقت بالذات لماذا شكون اللي يطرح منكم هذا السؤال علاش خرجوا في هذا الوقت بالذات في هذا الوقت وان كانت الكلام كله حول هذا القضية انتاع محمد تمالت والقضية انتاع القضاء وعودة الدياراس هذا هو الكلام فيه ناس اللي كانوا يقولوا باللي الدياراس صراحة ظهرت في هذا القضية من انه ما كان راحت الدياراس ولا يحزنون والناس كانوا يبعوكم في الاوهام سيد راه هوكم شفتوه انها ينتاعوا في السجن خرجوا هذ التلاميذ شكون اللي يخرجهم؟ شكون شكون اللي يخرجهم؟ هل ترى لما تكون مسألة عفوية نقولوا تخرج مثلا يخرجوا ناس في ثانوية معينة او في متوسطة معينة خرجوا مجموعة من الاطفال هكذا قالوا داروا حاجة لكن لما تخرج الناس في ولاية ومن بعد يخرجوا الناس في ولايات هذي مسألة عفوية والمطلب انتاعهم مش هو الهدف انتاعهم مش هو من الخروج هل ترى هذ الناس لو كان جوا فعلا ارى عندهم وعي يخرجوا على جل المنظومة التربوية ولا يخرجوا على العطلة خليكم تجاوبوا يالناس الفاهمين ويالناس اللي تعرفوا السياسة والناس اللي ركموا مع التغيير على وش خرجوا خرجوا الى جل العطلة هاي اعطت لهم الوزيرة العطلة هوا قعدوا تحوسوا الى الرقاد زيادوا وربدوا حركوا الناس من اجل استباق الاحداث وهذه يراها مسألة معروفة الناس اللي رهم يعرفوا النظام جيدا ويعرفوا كيف شراه يمشي ما يقدروش يجيوا يلعبوا عليهم ولكن للأسف الشديد الوعي غائب عند كثير من الناس اللي راهم منهم اللي راهم يخدموا في هذا النظام ويدعون ويزعمون من امراهم ضده منهم واحد راهم وحارب للفساد ومنهم واحد راهم وكذا 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 هم راهم قراصا عند هذا النظام قراصا عند المخابرات منهم اللي راهم ربما راهم وكلف بمهمة وراهم يخدم معاهم ومنهم اللي راهم يخدم فيهم قرات ويتمو بلا ما راهم هو راهم خدام بالغابة انتعوا بالجهل انتعوا ويخرج في الأوقات المناسبة من أجل تقديم الخدمات الجليلة للجهزة عن المخابرات خرجوا اذا هم لما أثرت هذا القضايا خاصة في وسائل الإعلام الدولية الجزائر راهم تحت الرقابة سواء في القناة الفضائية والصحف راهم تحت المجهر خرجوا من أجل لفت الانتباه بلا يلا راهم الجزائر تحركت ومن بعد يلا روحوا في دياركم رقدوا وهذا راشد نكاز اللي كان يقول لكم بلا من فيه يوزع في شيكونا في البلاد يوزع في شيكونا للأطفال كل شيكونا انتع راشد نكاز القضية هذه انتع السفير في البداية أنا لما شفت الفيديو طرحت بعض التساؤلات بحكمه أنه نعرف إلى حد ما هذه المسائل انتع التركيب وانتع التصوير وكذا طرحت عدة افتراضات لأنه كان تصوير من زاوية طرحت عدة تساؤلات ولكن فيما بعد لما شفت التصوير من زاوية أخرى خاصة بعد التسريب انتع الفيديو هذاك واضح من انه الشرطي هذاك اللي كان سما في القاعة واضح باللي رأى وقام بالعملية ذرك هذا المسألة مسألة شخصية والله مسألة مدبرة نحن لدينا معلومات وبالتالي نطرح الفراضيات ذرك لما الناس اللي رأى ما يقولوا باللي رأى أردوغان هو اللي رأى العملية وهذه رأى عملية مسرحية هذا الناس على وش يستندوا الفيديو الآن بالصوت وبالصورة رأى يبين باللي سيد هذا رأى كان من الحراس ذرك إذا رأى همهم هو وادخل لثمة فهذا رأى اختراق لمن اختراق لمن اردوغان هو رأى محتاج على جلبه يقتل السفير بهذه الطريقة المفضوحة لو كانت جا ترى عنده هو نية لقتل هذا السفير يبعثوا يقابروا في كاشكوان والله ويعطوا له الحس وينسبوها الإكس لكن بهذا العملية المفضوحة ما أعتقد شو أنه الدولة رأى غبيل هالدرجة ذرك الناس اللي يقولوا هذا القضية انت اغتيال السفير الروسي من أنه فيه الجماعة هذون فتح الله قولنا هذا هم اللي وراء العملية نفس الشي وش هو الدليل يعني ذرك هذا الشرطي هذا هذا الانقلاب هذا اللي داروه في كل هذا المرحلة ما اكتشفوهش والآن اكتشفوه إذن هذا الفرضية أيضا ثاني ماهيش مقبولة الفرضية الثالثة اللي ربما هي قريبا للمنطق هو أنه هذا الشخص قام بالعملية وربما كان متأثر ببعض الفتاوى أو ربما شاف صور أو فيديوهات خاصة من بعض القنوات اللي راه تنشر في هذا المجازر وبالتالي كونه أنه راه مسلم غاضل الحال وقام بعملية انت انت قام ذرك راه على الحق ولا راه على الباطل هذا مش موضوعنا المهم ذرك واضح من خلال الفيديو المصور بالصوت وبالصورة هو أنه هذا الشخص راه كان داخل القاعة وقام بهذه الفعلة راه هو يتحسب عليها وراه يدفع الثمن ذرك القضية انتاع الاستغلال انتاعها بطبيعة الحال هذا أمر مفروغ منه يستغلها النظام التركي يستغلها النظام السوري يستغلها النظام الأمريكي يستغلها النظام المصري يستغلها الإعلام قاضية انتاع الاستغلال هذه مش مسألة جديدة وقاضية انتاع التوظيف أيضا مش مسألة جديدة المهم هو راه قام بهذه العملية وراها موثقة بالصوت وبالصورة محسوبة عليه ماذا يكون اللي وراءه ماذا يحركه لماذا في هذا الوقت بالذات هذه مسألة لا نقدرش نعالجوها في تسجيل هذه لازم لها تحقيق مع الوالدين انتاعوا مع الاصدقاء انتاعوا مع الناس اللي كان يشتغل فيهم في اليوم هذا كيفاش كانت النفسيا انتاعوا الى غير ذلك من المسائل القضية انتاع السلاح منين جاء عدد الرصاصات اللي راها موجودة فيه كل هذه المسائل كلها تخضع للتحقيق حتى باش فيما بعد نقدروا نعرفوا الخلفيات انتاع هذا الشخص هذا والاهدف انتاعوا هذه باختصار مدخل انتاعي ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة